إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجي مقتفى أسرام إله ودين وبعد حياكم الله تعالى وبياكم أبنائي وبنات الطلاب في هذا اللقاء المتجدد من برنامج بهجة القرآن واليوم هو اليوم السابع من رمضان ويأني مضى الآن أسبوع من رمضان وما أسرع الأيام والمؤمن المسلم الذي يغتنم الطاعات يغتنم المواسم بالطاعات فلا يفوت يوما من غير صيام قصة في رمضان ولا ليلة من غير قيام حتى يدرك فضيلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أسأل الله أن يتقبلنا منا ومنكم صالح الأعمال اليوم إن شاء الله عندنا سورة التكوير وحكم الإخفاء نقرأ الآن سورة التكوير ونعلق عليها ثم نأخذ حكم الإخفاء ونستقبل مشاركتكم واتصالاتكم إن شاء الله تعالى وأفضل مشاركة تحصل على جائزة رمزية بإذن الله نبدأ الآن من سورة التكوير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بارك الله فيكم سورة التكوير سميت بهذا لأن أول آية فيها إذا الشمس كورت وكورت يعني لفت وانتهت الشمس هذه التي تضيء الدنيا تضيء النهار فكل شيء يكون واضحا هذه الشمس تكور وتلف فيذهب ضوءها وإذا النجوم انكدرت يعني تساقطت وهجمت على الأرض انقضت على الأرض وتساقطت من السماء وإذا الجبال سيرت يعني سارت هباء منثورة وإذا العشار عطلت العشار التي هي البهائم والإبل التي هي حوامل عشراء ناقة عشراء يعني ناقة حامل وجمعها عشار فالنوق الحوامل عطلت يعني تركت بلا رعاية وهي من كرائم الأموال عند العرب فإذا كانت الناقة حاملا فإن العرب تهتم بها اهتماما كبيرا لأنها سوف تنتج ففي هذه الحالة تعطل اللي هو يوم القيامة تعطل العشار وإذا الوحوش حشرت يعني السباع والحيوانات المفترسة التي في الخلاء في الصحراء تحشر كلها في مكان واحد وإذا البحار سجرت يعني البحار أصبحت مثل النار اشتعلت وإذا النفوس زوجت يعني النفوس زوجت يعني أتى إليها روحها كل نفس مع روحها تقوم وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يعني الموؤودة التي البنت الصغيرة التي كانت في الجهلية يئدونه فكانوا في الجهلية قبل الإسلام كانوا يعني يشعرون بالعار إذا ولد لأحدهم بنت لماذا يقولون هذه البنت ربما تجلب العار لأهلها فالبنت وهي حية يئدونها في الحفرة يضعونها في القبر ولا يذب الله فهنا ربنا يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يعني ما ذنب هذه البنت الموؤودة التي وضعت في التراب وهي حية بأي ذنب ما ذنبها حتى تقتل وإذا الصحف نشرت يعني كشفت فكل واحد صحف يتبين منها ما فعل في الدنيا وإذا السماء كشطت السماء كشطت يعني أزيلت مثل الجلد الذي يزال عن الشات حال ذبحها وسلخها وإذا الجحيم سوعرت يعني زادت طرامه النار زادت حرارتها زاد ناره وإذا الجنة أزلفت أزلفت يعني قربت من أهلها صارت قريبة إلى أهله لم يقولوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة يعني نقترب من الله فأزلفت من كلمة زلفة يعني قربة هذا جواب القسم يعني هذا كله قسم إذا الشمس وإذا وإذا حصل وإذا حصل وإذا ماذا علمت نفس ما أحضرت يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يؤكد على وجود يوم القيامة وأنه إذا قوّرت الشمس وحصل ما حصل كل نفس سوف تعلم ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء فهي يقدم لها الخير والشر ثم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس الخنس اللي هي الجوار الكنس يعني هذه تفسير آية بآية الخنس الجوار الكنس اللي هي خمس نجوم خمس كواكب المشتري وعطارد والمريخ والزهرة فالكواكب يعني طبعا هذه رب العالمين يقسم بها وسمية خنس لأنها تتبع ما وراءه وكنس لأنها تقيب في مغيبها تكنس في مغيبها كأنها كنسة يعني والليل إذا عسعس الليل إذا هجم ألم يسمون الشرطي الذي يسير في الأزقة والحوارف الذي يسمونهم العسس لهم يتتبعون الناس يشوفوا لو في حرامي لو في سارق لو في كده طيب هذا الليل إذا عسعس يعني هجم بظلمته والصبح إذا تنفس فيقسم بالصبح إذا ظهر تنفس يعني ظهر تنفس الصبح طلع الصبح فهو يقسم على ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه لقول رسول كريم يعني هذا القول لو القرآن إنما هو قول رسول كريم فالنبي عليه السلام رسول كريم لا شك ذي قوة عند أو ليس هو النبي هو يقصد بي سيدنا جبريل عليه السلام الذي أرسل ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا جبريل بهذا القرآن ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني هو ذي قوة عند ذي العرش عند رب العالمين ومكين له مكانة كبيرة لأنه أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام مطاع ثم أمين يعني هو مطاع في السماء وأمين على الوحي ذلك سمي بأمين الوحي وما صاحبكم بما جنون يعني صاحبكم اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحشاه بالجنون هؤلاء قريش كانوا يتهمونه بالجنون فيقول ينفي عنه رب العالمين وما صاحبكم بما جنون ولقد رآه بالأفق المبين يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى أمين الوحي في الأفق مرتين في الأفق يعني في السماء رآه مرتين مرة يعني رآه لما كان عنده ستمائة جناح كل جناح منها كما بين المشرق والمغرب وكان يسد الأفق فهو رآه وما هو على الغيب بضنين يعني سيدنا محمد عليه السلام ليس بضنين ولا بضنين يعني فيها قراءتين بضنين يعني متهم يعني ليس متهم على قول السماء هو يأتيه فعلا قول السماء وبضنين يعني بخيل يعني ليس بخيلا بقول السماء يعني إذا نزل إليه مثلا عشرة أحكام يذكر تسعة ويخب واحد لا ليس بخيل في الإخبار بقبل السماء وما هو بقول شيطان الرجيم يعني القرآن هذا ليس هو قول شيطان لأنهم كانوا يقولون مثلا في سورة القيامة ساحر كاهن وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فالقرآن الكريم هو قول الله سبحانه وتعالى وكلام الله وليس بقول السحر ولا الشاعر ولا الكهنة وليس هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون يعني إلى أين تذهبون من هذا كله إن هو إلا ذكر للعالمين يعني القرآن هذا هو ذكر وعبرة وموعظة لكل الناس في العالمين ليس خاصا بفئة معينة إذا عرفتم ذلك فلمن شاء منكم أن يستقيم والله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنت آمنت فلي نفسك ومن عمي فعليه فمن أبصر فلي نفسه ومن عمي فعليها يعني هذا رب العالمين أنت غني عن إيمانك ولا يضره كفرك فسبحانه وتعالى فآمنت والله أنت ستدخل الجنة كفرت ستدخل النار لمن شاء منكم أن يستقيم فالحق هنا نزل والناس عندهم النجدين وهديناه النجدين له طريق الخير وطريق الشر يختار ثم العاقبة لأمره العاقبة لما اختاره يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فمشيئة العباد متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى فحتى المثل اللي هو الشهير في أوصات الناس يقول أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد ربما لا يريد الله سبحانه وتعالى ما تريده فتكون العوائق ولا يتحقق ما تريد طيب هذا كم معنى الآيات التي مرت معنا نحن سننظر الآن في حكم الإخفاء وقلنا أن الإخفاء أن أحكام النسكينة والتنوين أربع أحكام الإظهار الإدغام القلب الإخفاء والإظهار في حروف الإظهار الستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء الإدغام في حروف الإدغام الستة وهي مجموعة في قولك يرملون ينمو بغنى وبغير غنى في اللام وراء وطبعا لابد أن يكون في كلمة ذي الثالث هو الإقلاب وقلنا إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء فإن النون الساكنة أو التنوين تقلب إلى ميم فتصير من بعد نقول من بعد الحكم الرابع وهو ماذا الإخفاء هذا هو حكم اليوم الإخفاء لغة الستر تقول أخفيت شيئا عن فلان يعني سترت أخفيت يعني سترت وعند علماء التجويد هو نطق النون الساكنة والتنوين على حالة متوسطة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة بمقدار حركتين إذن فالإخفاء ليس هو إظهار وليس هو إدغام نحن عارفين الإظهار نظهر نبين النون من والإدغام ندغم مي صحيح طيب الإخفاء بين الإظهار والإدغام مثلا أقول كنتم أقول كنتم أنا لا أظهر لا أقول كنتم ولا أدغم لا أقول كنتم وإنما بين الإظهار والإدغام أقول كنتم جميل إذا قلنا أن الإظهار ستة حروف والإدغام ستة ستة وستة اتناشر والإقلاب واحد تلاتاشر الباقي كان من ثمانية وعشرين خمستاشر فحروف الإخفاء هي بقية حروف الهجاء وعددها خمسة عشر حرفا وجمعها العلمة الجمزوري رحمه الله في قوله صف ثاثنى كم جاد شخص قد سم دم طيبا زد فيه تقن ضع ظالم الحرف الأول في كل كلمة الحرف الأول في كل كلمة ومثال مثلا أقول إن كنتم أقول إن كنتم إن كنتم فأدغمت أو أخفيت النون عند الكاف إن إن وأخفيت النون عند التاء قلت كنتم من تاب أقول من تاب شايف فهذا هو حكم الإخفاء وربما إن شاء الله غدا نبرز بعض الأمثلة على الشاشة بإذن الله لأن نرجع نريد أن نرجع إلى الآيات التي قرأناها في سورة التكوير ونستخرج الأحكام نمر على الآيات سريعا ثم ننظر في الأحكام التي شرحناها لإظهار الإدغام القلب الإخفاء طيب فكن معايا يقول إذا الشمس كورت لا يوجد لا يوجد حكم من أحكام اللون السكنة والتنوين وإذا النجوم انكدرت هنا كلمة انكدرت نوم بعدها كاف إخفاء انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الأيشار غطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت شايف هذه آية فيها حكم من أحكام النون السكنة والتنوين في كلمة ذنب نون ساكنة بعدها خرف الباء ماذا قلنا قلنا هذا اسم القلب أو الإقلاب قلبنا النون السكنة إلى ميم حتى أنت تجد هنا علمت الميم الصغيرة فوق النون بأي ذنب قتلت شايف وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزدفت علمت نفس ما أخضرت هنا نفس ما نفس ما أخضرت شايف تنوين بعده حرف الميم هذا إدغام بغن لأن الميم من حروف يرملون وهي من حروف ينمو فندغم التنوين في الميم ونغن فنقول نفس ما طيب فلنقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم لقول رسول كريم تنوين بعده ماذا حرف الكاف والكاف من حروف إيه الإخفاء الحقيق لماذا؟ لأنها مذكورة في قوله صف ذا ثانا كم جاد شخص كم فالكاف اتفقنا إن حروف الإخفاء هي الحرف الأول من كل كلمة في هذا البيت بيت الشعر الذي ذكرناه فالكاف حرف إخفاء فأنا أخفي التنوين عنده أقول رسول كريم أيها طيب ذي قوة عند ذي العرش مكين عندنا قوة وعنده قوة هذا تنوين بعد حرف العين قوة عنده العين من حروف الإظهار الحلقي مش قلنا الحروف الإظهار اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغن والخاء فأنا أظهر التنوين عند العين فأقول ذي قوة عند طيب عند ننسكنا بعدها دال والدال من حروف الإخفاء دم طيبا زد في تقن فهذه جاءت حرف الدال هو في حروف الإخفاء فأقول عند فأنت تلاحظ هنا الفرق بين الإظهار والإخفاء لما يقرع اللسان مخرج النون في التنوين فتقول ذي قوة عند ثم أقول عند هنا تخفى النون قوة عند نعم مطاع ثم أمين كذلك هذا إخفاء مطاع تنوين بعد ثاء مطاع ثم فأخفي التنوين وما صاحبكم بمجنون هذه أحكام الميم سنأتي عليه إن شاء الله وبعد ذلك ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم شايف شيطان رجيم هذا دعناه الله تنوين بعد راء فأنا أدغم التنوين في الراء لا أقول شيطان رجيم فإنما شيطان الرجيم من غير غنة لأن اللام والراء إدغام بغير غنة من حرف هرملون اللام والراء من غير غنة شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين كذلك هذا إدغام بغير غنة تنوين بعد اللام ذكر للعالمين لمن شاء ومنكم هذه إخفاءات لمن شاء الشيء من حرف الإخفاء كم جاد شخص لمن شاء منكم نون بعدها كاف أقول منكم أن يستقيم هذا إدغام نون ساكنة أن يا بعدها يا فأقول أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء كذلك الإدغام بغنة فأقول أن يشاء الله رب العالم فنكون بهذا قد استخرجنا أحكام النون الساكنة والتنوين الأربعة من هذه الصفحة أو من سورة التكوير الآن إن شاء الله نخرج إلى فصل ثم نعود إليكم بإذن الله الإكثار من الثناء على النفس الاعتداد بالرأي النفور من النصيحة ازدراء الناس والترفع عليهم كلها أعراض ومظاهر لمرض نفسي خطير يورد صاحبه موارد الهلاك والخسران إنه الغرور فكم أغلق على صاحبه من باب للخير وصده عن سلوك طريق الحق وأهم أسباب الغرور تكمن في الجهل بالله تعالى وقدره وقلة العلم بأسمائه وصفاته الغفلة عن حقيقة النفس والجهل بطبيعتها وعيوبها تجاهل النعم ونسيان الذنوب واستكثار الطاعات الاعتداد بالنسب أو المكانة الاجتماعية أو كثرة المال التصدر للناس قبل النطج العلمي والتربوي ومتى تمكن الغرور من النفس كانت له مساوئ وأضرار وخيمة منها الحرمان من التوفيق والهداية فالهداية تنال بإصلاح القلب ومجاهدة النفس قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا العجز والكسل عن العمل لظنه أنه قد بلغ المنتهى وراثة الكبر والعجب وغيرهما من أمراض القلب نفور الناس منه وكراهيتهم له الانهيار عند الشدائد والمحن فالمغرور يهمل نفسه من التزكية فتخونه حينما يكون أحوج إليها ويفقد عون الله ومعيته قال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا قال تعالى في وصايا لقمان لولده ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ابناء وبناتي الطلاب الآن جاء دوركم ونستقبل مشاركاتكم واتصالاتكم ومعنا المشاركة الأولى من مصر من أنس بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما يصاحبكم بمجنون أحسنت يا أنس ما شاء الله تلاوة ممتازة ورائعة طيب يعني كل الأحكام فيها ما شاء الله يا أنس ومثلا يعني إلا في شيء واحد اللي هو التأت يعني أنت إذا وقفت على التأ فتحتاج إلى أن تبينها وأن تخرج همسها همس يعني كده صوت بسيط يعني هواء يخرج بعد التأت تقول مثلا إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت شايفت هذا هو الهمس لكن لما تقول وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت يعني ربما ألا يستمع أو ألا يسمع المجتمع هذه التأت فيظن أن هناك لا يوجد تأ طيب خاصة لو كان عجميا فتبين هذا الهمس في التأ ومشاء الله بقيت التلاوة مبتزة فتح الله عليك معنا أشرف علي من السودان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجبال وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب غتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعيرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت طيب يا أشرف أحسنت بارك الله فيك طيب هنا وإذا الجحيم هذه اللام قمرية يا أشرف واللام القمرية تظهر فأقول وإذا الجحيم ولا أقول وإذا الجحيم أنت كده أدغمتها جعلتها لام شمسية واللام القمرية هي التي تظهر الشمسية التي تدغم وكيف نعرفها بعد أل أل التعريف إذا جاء حروف ابغي حجك وخف عقيمه هذه الجملة كلها كل حروف الجملة إذا جاءت بعد أل التعريف فإننا نظهرها نظهر اللام أل فنقول الجحيم موجودة في إبغي حجك هل هو الجيم موجودة فأقول وإذا الجا ولا أقول وإذا الجحيم إلي لا أدغم إلى وطبعا الأحكام إن شاء الله الثانية تحاول أن تطبقها أكثر حتى تتمرن عليها بارك الله فيك عندنا عمر من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤوذة سئلت بأي ذنب قتلت حسنت يا عمر ما شاء الله تلاو ممتازة جدا فقد تحتاج إلى أن تبين كذلك الهمس في التاء أكثر يعني أنت بينت شوية لكن بينه أكثر بارك الله فيك فتح الله عليك بلال سعد من سوريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت أحسنت يا بلال ما شاء الله تلا وممتازة ليس عندي فيها ملاحظات بارك الله فيك مالك من مصر أنا سبعة سنوات ونص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كويرت وإذا الجم منكضت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت لأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صارت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت طيب أحسنت يا مالك أحسنت يا مالك من شاء الله تلاوة جميلة طيب انتبه للجيم في سجرة وإذا البحار سجرة الجيم حرف شديد فزمن قصير لا تقول سج شايف طويل لا وإنما سجرة سجرة طيب بارك الله فيك يا مالك وفتح الله عليك طيب أنا أحمد مصطفى من ليبيا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حترت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموغودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي ذي قوة عند ذي ذي قوة عند ذي ذي قوة عند ذي العرش مكين مطار سمعين وما صاحبكم بمجنون حسنتي يا أحمد تلاوة جميلة ذي قوة عند ذي العرش طيب سجرت لا تقول سجرت سج لا سج امسك الجيم شد الجيم سجرت حرف شديد بارك الله فيك سلما من المغرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قشلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت طيب أحسنت يا سلمة هنا لم تأتي بحكم الإخفاء إن كدرت كذلك وإذا النفوس نحن اتفقنا إن لو وجدنا نون أو ميم عليها شدة فإننا نزيد الغنة وإذا النفوس وإذا النجوم طيب وبأي ذنب قتلت حكمين هنا الإقلاب والإيه والإخفاء ذنب قتلت فتأتينا بحكم الإقلاب والإخفاء كميل يا سلمة بارك الله فيك طيب معنا يوسف من مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار واطلت وإذا الوحوش حشرات وإذا البحار سجرات وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤود سويلات ما إذا بنقتلات وإذا الصغف نشرات طيب يا يوسف أنت مستعجل يا يوسف ليه كذا يا يوسف بالراحة شوية بالراحة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ليه إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ليه كذا بالراحة شوية طيب فبالتالي أما تكون سريع الأحكام تسقط منك يعني مش هتعرف تجيب الإخفاء لن تستطيع أن تأتي بالإضغام وهكذا فانتبه إلى هذا يا يوسف بارك الله فيك نور عصام من ليبيا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال شيرت وإذا العشار عطلت وإذا اللوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة شئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت أحسنت يا نور ما شاء الله يعني عندك مخارج الحروف ممتازة مستقبل باهر يا نور ما شاء الله فتح الله عليك وبرك الله فيك طبعا بعض الهمسات بعض الهمس يعني في بعض التاءات وكذا سقط لكن ما شاء الله مستقبلك جيد وعظيم بإذن الله وفقك الله طيب أحمد من تونس لا أحمد من الأردن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا اللحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذا من قتنت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس بارك الله فيك يا أحمد وإذا النفوس زد الغنة في النون بارك الله فيك تلاوة جميلة معنا كذلك مريم من سوريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤوتة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ثم أحضرت أحسنت يا مريم ما شاء الله واتلاوة ممتازة يا مريم وكذلك مخارج الحرف عندك صافية وممتازة بأي ذنب قتلت نسيت حكم الغنة مع الإقلاب بأي ذنب قتلت جميل فتأتين بالإقلاب وبالإخفاء في هذه الآية بارك الله فيك طيب زياد من مصر السلام عليكم أنا زياد عبد الله من مصر وعمري ست سماوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدعت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشتت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحترط حسنت يا زياد ما شاء الله تلاوة جميلة وكده صوتك حلوة وهادي كده وواثق يعني وكذلك مخارج الحروف ممتازة ولك مستقبل باهر بإذن الله تعالى وفتح الله عليك وبرك الله فيك وفي والديك معنا حمزة من مصر أعوذ بالله من السيطان الرظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قورت وإذا النظوم قدرت وإذا الغبال خيرت طيب حمزة أيها حمزة بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك يا حمزة وفتح الله عليك ما شاء الله إن شاء الله تكبر تتحسن تلاوتك ويستقيم لسانك بالحروف وتكون مبدعا إن شاء الله تعالى بارك الله فيك وفي والديك طيب إن شاء الله نحن كده وصلنا إلى نهاية الحلقة ومقررنا غدا بإذن الله أو قبل المقرر نشوف مين أفضل تلاوة أفضل مشاركة الليلة ليس الليلة اليوم أفضل مشاركة لهذا اليوم هو بلال من سوريا ما شاء الله فتح الله عليك يا بلال وجزاك الله خيرا ومقررنا إن شاء الله غدا سورة الانفطار ونطبق فيها الأحكام التي أخذناها ونأخذ الحكما جديدا بإذن الله إلى ذلكم الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة